معارك عنيفة خضها أبطال قوات الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من مديرية خبو الشعف منطقة اليتمة هذه المنطقة التي تعد قلب مديرية خبو الشعف النابض بالحياء اليوم بعد دخول قوات الجيش الوطني وتحريرها من الميليشيا لهذه المنطقة التي كانت تعد أولى مناطق مديرية خبو الشعف من الجهاء الشرقية بدخول قوات الجيش الوطني يقف إلى جواري العقيد وجه الخير هذبان يحدثنا عن تفاصيل المعارك التي دارت هنا في هذه المنطقة منطقة اليتمة وكيف استطاع الجيش الوطني أن يحررها من قفضة الميليشيا الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى أنطلق الجيش الوطني وأبطال المقاومة على تحرير منطقة اليتمة وبدأت المعارك من شرق اليتمة وتم تطهير المناطق الشرقية حتى وصلنا ظهر عمس إلى هنا وتم تطهير اليتمة بالكامل تم تطهير اليتمة بالكامل عادة الحياة إلى الناس في هذه الأماكن عاد الأمل إلى الناس في هذه الأماكن بعد الحبس ثلاث سنوات حبسوا في هذه الأماكن حتى المزارع يبست البيوت هدمت هجرت المنطقة بالكامل السوق لم يفتح في ثلاث سنوات إلا اليوم إلا اليوم الحمد لله شوف هذه المناطق كلها بتحريرها والآن التحمة الجبهة هذه بجبهة اللواء الأول حرص حدود التحمة جبهة اليتمة بجبهة اللواء الأول حرص حدود والآن الحمد لله إن وجهتكم القادم إن شاء الله سنتوجه بعدهم بعدهم حتى نحرر كل شبر في أرض الوطن بفضل الله سبحانه وتعالى إذن هي عملية عسكرية شاء الله أن تبدأ من الجهة الشرقية لمحافظة الجوف هذا هو السوق اليتمة السوق الذي تم تحريره من قبل الجيش الوطني حرره من عناصر الميليشي التي كانت تسيطر على هذه المناطق علي الجرادي قناة بلقيس اليتمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة